اشتركوا في القناة وكنا قد توقفنا عند حديث عن إجراء الانتخابات الخاصة القوى الأمنية وتحدثنا عن ذلك الموضوع وجاء يوم الانتخابات العامة ما سمي بالانتخابات العامة يوم عشرة عشرة 2021 وإذا بهجمة كبيرة غير متوقعة من الذين يقولون نحن نؤمن بالديمقراطية كانوا يخافون من مقاطعة الشعب لهذه الانتخابات مثل ما فعل في عام 2018 وكان قرار المقاطعة واضح وجاهز لدى الشعب وعن قناعة ورؤية وقرار منطقي وعقلاني وليس عاطفي كانوا يعتقدون أنهم قد ظللوا الشعب والشعب سيخرج يعني مدفوعا بالعواطف مدفوعا بهذا الشحن لكي ينتخبهم لكي يشارك في الانتخابات لكي يقولوا أن الشعب انتخبنا وإذا بالشعب يقاطحهم هذه المرة أكبر بكثير من تلك المقاطعة وإذا يعني يجن جنونهم مثل ما يقال وخرجت علينا الأصوات من كل جهة تنادي الشعب اخرجوا هذا يومكم هذا لا أحد يسمع والشعب في واد آخر لا يريد أن يستمع لهؤلاء لا يريد أن يلوث سمعه بهذا الصراخ القبيح الوقف السني البعض منهم يهدد البعض يهدد بالقوى الأمنية البعض استخدمت جوامع ومنارات الجوامع وسماعات الجوامع لدعوة الناس المشاركة بالسياسة دعوة الناس والضغط عليهم لكي يخرجوا ولم يخرجوا وبالتالي كان هذا المشهد واضح القوى الأمنية المفوضية دفعت بسيارات خاصة منها وبحماية القوى الأمنية ومكروفونات تنادي بالشوارع وخرجوا لا أحد يخرج وأهل العراق قاطعوا الانتخابات بشكل كبير جدا والنتيجة واضحة وكل الصحفيين كانوا يقولون يعني واحدة من الصحفيات اللي يعملنا في إحدى القلمات الفضائية التي جاءت قالت عددنا نحن الإعلاميين والصحفيين أكثر من المنتخبين وهذا فعلا وخرجت علينا ممثلة الاتحاد الأوروبي قالت المشاركة ضعيفة جدا جدا وكانوا في حرج كبير جدا كيف سيخرجوا من هذا المعزق كل المؤشرات تشير إلى أن نسبة المشاركة مع أغلاق صناديق الاختراع لم تتجاوز في أحسن الأحوال 15% إذن يعني كانوا في عام 2018 ربما 18 أو 16% الذين شاركوا 82 أو 85% قاطعوا الآن واضح أهل العراق 85% منهم قاطعوا الانتخابات أكثر من 85% إذا 15% في أحسن الأحوال هم الذين شاركوا فكيف يخرجون من هذا المعزق؟ كانوا يقولون أن المفوضية هذه مستقلة واستخرج النتائج بسرعة وإذا بالليل تبدأ النتائج وقالوا هذه النتائج الأولية نسبة المشاركة 41% كيف حسبوها لا أحد يدري البعض يقول وهذا واقع حالي يقولون حسب النسبة استنادا إلى من يحق لهم التصويت وليس لمن استلموا البطاقة الانتخابية وحتى في قضية 41% يعني حتى إذا فرضنا هذا جدلا إذا متعاملنا مع هذا الرقم هذه النسبة بشكل جدل إذا متعاملنا هم يقولون أن عدد الذين شاركوا بالانتخابات 9 ملايين وسبعمائة وكذا 9 ملايين وثمانمائة ألف لنقول عدد الذين هم كانوا أعلنوا سابقا أن عدد الذين سينتخبون الذين يحقهم انتخاب أكثر من 25 حوالي 26 مليون التسع ملايين لا تشكل 41% ليحسبوها مرة أخرى أقل من هذه النسبة بكثير فكيف يجعلوها 41% لا أحد يعرف المهم ربما هي 14 وقلب الرقم إلى 41% لكي يقولوا نحن المشاركة وكل الناس تضحك على هذا الرقم لأن هذا الرقم غير معقود والبعث قال 30% والبعث قال يعني أكثر المتفائلين قال 30 وثيون 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 بالمية يعني الذين أرادوا يجاملونهم لكن واقع الحال يشير إلى أن حجم المشاركة تتجاوز الـ 15 لكنهم قالوا هكذا وإذا بالأخبار تأتي أنهم أنجزوا المهمة وقالوا الآن يعني الآن سنخرج النتائج وخرجت النتائج وإذا يعني بغالبية هذه القوى تقوم قائمتها ولا تقعد تزوير اتهامات بالتزوير الباطل واستعداد إلى مسك السلاح وبيانات واستعدوا للنزول إلى الشوارع واستعدوا لحرق الناس كلام الكبير جدا ويحملون العراقي وكأنه أهل العراق هم المسؤولون هم الذين فعلوا هذه الفعلة هم الذين ظللوا وهم الذين خرموا البعض كان يتحدث أنه يعني سابقا يقولون أنتم الذين خرجتم للانتخابات في عام 2010 وانتخبتم يعني كان يقولون أنتم الذين خرجتم وانتخبتم الفاسدين عندما لم يخرجوا الناس قالوا أنتم الذين لم تخرجوا لذلك الفاسدين فازوا بالانتخابات الناس يعني في حيرة ماذا يفعلون قرارهم واضح وكنا نقول وسنقولها دوما الشعب في العراق من قسم إلى قسمين قسم الشعب وكل قواه الحرة والوطنية والمناهضة للاحتلال والعملية السياسية والقسم الآخر هي العملية السياسية وإحزابها وميليشياتها وإيران وأمريكا معها يعني القسمين لا يمكن أن يلتغيها هناك قرار بعدم المعايشة لذلك جاءت هذه الانتخابات بقرار جريء من الشعب العراقي والقرار الجريء من الشعب العراقي عنوان لا معايشة مع هذه القوى لا يمكن أن نتعايش مع هذه القوى ولتفهم من أمم المتحدة لتفهم أمريكا لتفهم إيران يفهم كل العالم كل الإقليم كل الداخل والخارج ليفهموا أن القرار واضح للشعب العراقي عدم المعايشة مع هذه الطبقة السياسية نهائيا مع كل هذه القوى فبالتالي يعني لا يمكن القول بعض منهم قالوا أن 20% فقط الذين شاركوا في هذه الانتخابات والباقين هؤلاء بوعي اللي يمتلكون الباقي الباقين ليس لهم وعي وبالعراق يقولون مع الأسف الشديد باللهجة البغدادية يقولون هؤلاء الذين لم يشاركوا مصير لهم شارة الشعب العراقي مصير لهم شارة هؤلاء الذين قاطعوا بملء إرادتهم مصير لهم شارة أنتم تقولون ديمقراطية والديمقراطية أذهب أو لا أذهب أنتم تريدون أن تذهب واذهب ونحن لا نريد أن نذهب لا نذهب أنتم دعوتونا للذهاب ونحن لم ندعو أحدا لكي لا يذهب الناس هي التي قررت الضيم القهر الباطل السوء الفساد الخراب الدمار الم حال الذي دعو الناس ليس ليس يذهبون إلى الانتقابها وبالتالي لم يذهبوا ب thatís الديمقراطية تفرز عليكم إذا كنتم مؤمنين بالديمقراطية إذا كانت هناك الديمقراطية بالعراق أن تقبلوا بهذا الواقع لا أن تلوموا الأعر buhh الناس هذا القرار ومثلما قرارك تريد أن تذهب إذهب والناس قرارها ت sociais لا His faits هذا قرارها عن وعي عن إصرار عن كدرة عالية على قراءة الأمور لم يذهبون فلماذا لا نصل لهم شارة هؤلاء هذا الوضع الحقيقي لما حدث في يوم الانتخاب والتوصول لكم للحديث في حلقة أخرى عما جرى فيما بعد أشكركم وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة